الناخب الأمريكي بقى شايف الكلام ده يعني ايه الحاجات اللي حتأثر على الناخب الأمريكي في ان هو يتوجه ليه صندوق الاختراع لو كان يعني يا جزء استخدام فكرة دي وان احنا نقول ان هو هيختار ايهم خصوصا ان المال السياسي دخل في الموضوع اهلم ماسك قال كل يوم حيدي مليون دولار لحد راندم لي من او يعني حد عشوائيا من داعمي ترامب بالطبع المال السياسي بيؤثر في الانتخابات الأمريكية يعني في الانتخابات الفاقة الماضية كان حجم منفق المال السياسي تجاوز 15 مليار دولار ورقم كبير طبعا بالنسبة للانتخابات لكن دائما هناك مثل يقول معروف المواطن الأمريكي ينتخي بيده على جيب بمعنى يعني سلم الأولويات القضايا للناخب الأمريكي القضايا الاقتصادي التضخم ارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاع أسعار المحروقات أو الطاقة وقضايا تأمين الصح والتأمين الاجتماع هذه القضايا للأسف رغم أن الرئيس الحالي بايدن ومعه كامال هارس حقق إنجازات اقتصادية على المستوى الكل يعني مستوى تقليل البطالة توفير فرص عمل تحسين وضع الاقتصاد لكن على المستوى الأفراد لا منعكس بمعنى هناك لأول مرة في أمريكا المواطن الأمريكي بيئن من ارتفاع تكاليف المعيشة بالتبع المسأل بالحرب على الأوكرانيا ارتفاع أسعار الطاقة يعني على سبيل المسأل جالون البنزين كانت ب2 دولار وصلت 9 دولار هذا بيؤثر بشكل مباشر على الناخب الأمريكي وبالتالي الناخب الأمريكي ده في زيادة قد كم سنة ده دكتور نعم من 2 دولار لتسع دولار في خلال الثلاث سنوات الماضية فقط يعني في عهد بايدن يعني في عهد الأخير بعد الحرب الرسالة الأوكرانية وبعد الأزمات المتعددة وبالتالي الناخب الناخب الأمريكي سيختار من يقدم له رؤية فيما تعلق به تقليل تكاليف المعيشة خفض على سعر الطاقة يعني هذه القضايا الاقتصادية حال القضايا الاقتصادية هنا ترامب هو الذي الميزة النسبي ويتمتع بهذه الأمور وبالتالي فرص ترامب حتى الآن تبدو أنها المرجحة لكن هناك قضايا طبعا المجتمع الأمريكي ليس تكون لوحدة لكن الهتمام مشترك بين الجميع هو تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم هناك في بعض الولايات بعض الطبقات الأمريكا مجتمع متكون من أولا طبعا هناك الأمريكيين من أصول سوداء من إفريقيا لديهم أيضا مخاوف يعني غالبا هم تقليديا بصوت الحزب الدموقراطي الحزب يرفع شعرات التنوع وهذه الأمور الحزب الجمهوري لديها قاعدة صلبة في الألبيض فكرة أمريكا البيضاء لكن على الأقل الآن هم بيرون أن كمال هارس مثلا أنها من أصول هندية وإفريقية من جمايكا ومن الهند وأنها امرأة يعني ذاتة بشرة غير بيضاء فده بيعطيها ميزة أنها تعبر عن تكوين المجتمع الأمريكا خاصة أن ترامب في بعض الأحيان تبدو نظرتها عنصرية يعني فكرة الانحياز للبيض ويعني الهجوم لكن على الأقل هذه تمثل أيضا تؤرق أو خوف من سياسات ترامب تجاه الأقليات أو تجاه غير البيض قد تدفعهم للاختيار كمال هارس